تكر التشكيل ده هيكمل بيه بعد كده طالما نجح؟ لا انت عندك عناصر زي ما قلنا عناصر أساسية ومهمة ناصر ماهر وعبدالله السعيد لا يمكن الاستجناء عنهم طبعا ولكن انت لظروف عدم قدهم أفريقيا هو ده اللي خلى الزمالك ما يعتمدش عليهم انبارح ولكن هو جميز له يعني المشكلة بتاعة الزمالك انه عنده تشكيل في البطولة الأفريقية وتشكيل في الدوري أو البطولات المحلية فهو بيعتمد يعني بيلعب حصل الظروف اللي موجودة معا طب كلنا عن عجوم الزمالك اللي قدر يستغل يعني معظم الفرص اللي اتيحت لي لا ما انا قلتلك هو فنيات الزمالك بقيت خالص عن دريمز يعني فريق دريمز ان هو وصل للدور قبل النهائي بطولة الكمفدرالية اعتقد ان ده انجاز يحسب ليهم في ظل المستوى المتواضع فنيا ليهم فريق الزمالك يقدر يكسب بسهولة دريمز رايح جاي بأرقام كبيرة ولكن هو انبارح كان مصطفى شالب شوفناه كان بيلعب بشكل رائع في ناحية الشمال زيزو رجع تاني كان غايب المباراة يعني كان اصيبه وكان غايب فيه المباراة بتاعة دريمز فيه الذهاب اللي اقمت فيه القاهرة فكانوا بشكلين جابها يمين وشمال بشكل كبير عمر جابر يعني استعاد مستوى واستعاد اسمه واستعاد نجوميته الموسم دوت بيقدم موسم طيب جدا مع نادي الزمالك كباك يمين احمد فتوح رجع يعني انبارح كان فيه عناصر مميزة في نادي الزمالك عناصر خبرة وعناصر جديدة وكل واحد عنده الرغبة وعنده الحماس ان هو يقدم حاجة لنادي الزمالك